السؤال سكويد على بومبت منفع بالليل شوف انا اول مرة استخدمت البومبت اللي هو هذا اللي على هذا الشكل بكت سنة الالفين اذا مش غلطانه عشرة اول الفين وحداش في ايدي صاحب سافر على ايطاليا وهو راجع من هناك وده لصورة باستخدمه اشي غريب عجيب على هذا الشكل وضربه وراه سيليكوني وطلع عليه اسماك فبكت تجربة جدا جدا حلوة ايامها انه جبناه ولاش نستخدم الريشة عليه واشتغل معانا حلو ربطنا عليه سيليكوني ما ربطنا عليه راجلوهات وطلع معانا عدة اسماك بس في العشرة اسنين هذول ولا مرة صدت عليه الا مرة واحدة بالصدفة في العتمة وحبه ان ضربت عن الجنب فبقدر اقول لك انه من تجربتي الشخصية البومبت في الليل بالعتمة صعب 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 جدا نشتغل حتى لو حطيت سكويت زوهير صعب جدا نشتغل في الليل ايام باعتقد اغلب الشغل في الليل لازم كعلى البوبوت وعلى ايام الاشياء اللي هي بتنطئ فكت حركة اكثر ما هي بس جر عوجه المي والبومبت عادة عادة هو بكون للناس المبتدئين في الصيد اللي بدهم يتدربوا على العصاء او يوصلوا مناطق بقدرواش يوصولوها في الجيج او في الدموي او في البوبة واتحياتي لك